السلام عليكم ورحمة الله نتحدث عن الشق الشوكي او التصلب المفتوح طبعا عندنا عايزين نعرف يعني ايه حبل الشوكي الحبل الشوكي طبعا عبارة عن عدد كبير جدا يصل الى الملايين الخلايا والشعيرات العصبية الدقيقة يبقى الحبل الشوكي عبارة عن خلايا وشعيرات عصبية دقيقة ونأخذ بالنا من حدة شعيرات العصبية دقيقة الى المهمة جدا طيب الشعيرات العصبية الدقيقة دي وظفتها ايه بتعمل على ناقل وتحويل بتنقل وبتحول الاحاسيس والمعلومات من والى الدماغ يعني هي عبارة عن بتوصل من والى الدماغ من الحواس للدماغ ومن الدماغ للأعضلات والأعضاء الأخوة بالجسم والذي يكون بضعه الدماغ بقى بيقوم بتحليل هذه المعلومات ويبس الأوامر عن طريق برضو الحبل الشوكي زي ما انا قلت الى العضلات جميل ولا جهزة الحركات للاستجابة بشكل ايه مناسب ده الحبل الشوكي شغله بيشتغل ازاي طيب احنا عندنا الاصابات الخاصة بالحبل الشوكي ثلاث انواع بسيطة ومتوسطة وشديدة انواع الاصابة بالشق الشوكي بسيطة ومتوسطة وشديدة طيب تحدث الاصابة امتى او على شكل ايه الاول تحدث الاصابة على شكل التشوهات خلقية عندما لا ينمو الحبل الشوكي بالشكل المناسب وخصوصا خلال الاسابيع الاولى من حياة الجنين طبعا خلال الاسابيع الاولى من حياة الجنين بيتكون الحبل الشوكي الحبل الشوكي خلال الاسابيع الاولى بيتكون ويتشك طيب اما يبقى النمو ده يكون نمو غير سليم او لا يكتمل النمو يبقى احنا عندنا هنا ايه مشكلة في الحبل الشوكي طيب جميل كمان ده الاصابة بالحبل الشوكي في الحالات الشديدة اما تكون الاصابة شديدة في حالات الحبل الشوكي عندنا على طول بيحدث أبنا يعافينا ويعافي سبيتنا أجمعين الوفاة المبكرة عند الأطفال وده بيكون بسبب الإصابة بالشق الشوكي